بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم لنتحدث عن الوحدة السادسة والمتعلقة بالجمل وعرابها وهي جملة بسيطة جدا نختم بها هذا الكتاب وهذا المقرر المكون من ستة وحدات عزيز الدارس أو عزيز الطالب بعد أن تنتهي من قراءة هذه الوحدة الدراسية بإنعام وتذكر وتفكر يجب عليك أن تكون قادرا على التفريق بين أنواع الجملة من حيث البناء والتركيب والعراب معرفة الجملة الصغرى والجملة الكبرى أنواع الجملة من حيث العراب معرفة أنواع الجمل التي لها محل من العراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب بداية ما هي الجملة؟ الجملة لم ترد في كتب النحو العربي ولم ترد عند سيباويه إلا في كتب النحو العربي في وقت متعخر فسيباويه لم يذكر الجملة البتة لم تأتي في كتابه ولذلك وقف النحا وألف في الجملة وتركيب الجملة ومعنى الجملة ولكن الجملة العربية بشكل عام هي المكونة من ركنين أساسيين هما المبتدع هما الإسناد المسند والمسند إليه مبتدع وخبر وفعل وفاعل لذلك بتعريف أدق الكلام وهو ما قصدوا به والقول المفيد بالقصد والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت على يمن يعني أن هذه الجملة تامة متكاملة لها معنى والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد والمبتدأ وخبره يعني قام فعل وزيد فاعل وبشكل عام قام زيد فعل وفاعل ومتدأ وخبر محمد نشيط وغيره كزيد قائم أو محمد نشيط أو محمد قائم زيد قائم وكان بمنزل تحدي أي أن تقوم على ركنين المسند والمسند إليه ونعني بالمسند يعني عندما نقول مسند وأسندنا القيام إلى زيد أن الإسناد مسند إليه أي أن أي أن كقام زيد الإسناد قام مسند وزيد مسند إليه لذلك أسندنا القيام إلى زيد وعندما نقول زيد قائم أسندنا القيام إلى زيد هذا ما نعني به المسند المسند إليه والمسند إليه يكون إما مبتدأ وإما فاعل وإما نائب فاعل وإما إسم كانة وإما إسم إن وغير ذلك من النواسخة الأخرى التي تأتي بهذا المقام لذلك الجملة العربية تقوم على ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه نوضح عملية الإسناد كنا قبل قليل عندما نقول قام زيد قام 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 زيد قام مسند وزيد مسند يعاقب الفاسدون نائب فاعل وهو مسند إليه ويعاقب مسند العلم نوراً أسندنا النور إلى العلم لأنه خبر وهنا مبتدأ وهنا نائب فاعل كان الدرس سهلاً أيضاً الدرس مسند إليه إن الدرس سهل السهولة أسندت إلى الدرس لذلك هذا ما نعني به توضيح المسند والمسند إليه وعليه الجملة العربية تقوم بأساسها على هذين الركنين ومنها يتطرع النحو العربي فلذلك الركن الأساسي الذي يكون الجملة هي المسند والمسند إليه وهذه تسمى في النحو العربي كما سنرى جمل توضيحية إسنادية ما يلحق بها من تحولات كما يأتي في النحو العربي الحديث أو في النحو العالمي كما جاء به تشومسكي هي تحولات على الجملة العربية من استفهام إلى نفي إلى زيادة إلى نقصان إلى حد إلى توضيح إلى توسع وما إلى غير ذلك مما يلحق الجملة العربية لاحظ معي الآن الجملة من حيث التركيب ماذا نعني من حيث التركيب؟ الجملة من حيث التركيب لدينا جمل كبرى جملة صغرى جملة بسيطة الكبرى هي المكونة من جملتين أو أكثر لاحظ قوله تعالى لنفصل ونوضح الجملة الكبرى والصغرى من هذه الجملة الآية إن الله يحب التوابين إن معروفة مشبهة بالفعل تنص بالاسم وترفع الخبر الله اسم إن يحب فعل والفاعل ضمير مستثل تقدر يعود على الله والتوابين مفعول به منصوب باليا لأنه جمع مذاكس إن الله يحب التوابين جملة كبرى جملة يحبه صغرى يعني هي جزء من جملة كبرى فالجملة الكبرى إن الله يحب التوابين جملة يحبه مكونة في جملة مكونة من جملة كبرى هي جملة صغرى ولاحظ أن لكل جملة لكل فعل فاعل الفاعل ضمير مستثل تقديره ويعود على الله والتوابين مفعول به بعد أن هنا في جملة إن الله جملة قائمة يحب التوابين جواب إن لكن يحب التوابين أيضا جملة مكونة من فعل وفاعل محدوف مستثل والتوابين مفعول به فالجملة الكبرى كل هذه الجملة إن الله يحب التوابين جملة كبرى وجملة يحب لوحدها مع فاعلها ومفعولها جملة صغرى الجملة الصغرى التي تكون جزء المتمم من المثال قوله تعالي نحب التوابين فجملة يحب جملة صغرى ما الجملة المستقلة هناك من النحا من أفرد ركنا ثالثا للجملة فقال جملة كبرى جملة صغرى ومن قال هناك جملة مستقلة قائمة بنفسها لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى أي مكملات مثل المسند قام زيد جملة مستقلة لا كبرى العلم نور الضار واسع في هذه الجملة ليست كبرى ولا صغرى لأنها تركيب بسيط متميز بنفسه ومن النحا من اعتبرها أنها الجملة الصغرى لأن الجملة لا يمكن أن تتجزى إلى أصغر من ذلك فهي جملة نواة أساسية يعني الدار واسعة لا يمكن أن تتكون جملة من كلمة الدار وحدها قام زيد جملة ولو كلنا قام جملة لأنها فعل لا بد له من فاعل لذلك هذه الجملة البسيطة المتميزة عدها أن نحا ومنهم ليس الكل عدها أنها قائمة بذاتها متميزة لأنها تتكون من تركيب بسيط متميز الجملة أنواع الجمل من حيث الإعراب أخذناها من حيث البناء أخذناها من حيث التركيب جملة صغرى كبرى صغرى متميزة أو منفردة الآن من حيث الإعراب وهو ما يهمنا في هذه الحرب نوعان لدينا من الجمل في اللغة الجمل ولا نتحدث عن الإفراد نتحدث عن الجمل الجملة الإسمية والجملة الفعلية وحتى نبتعد عن شبه الجملة نحن نتحدث عن الجملة وعراب الجملة وأنواع الجمل في اللغة العربية اللغة العربية تتكون من جمل لها محل من العراب والجمل لا محل لها من العراب فالجمل التي لا محل لها من العراب هي الجمل التي لا تحل محل مفرد ولا تستعمل في مضحك كيف؟ يعني كثير ما نسمع كلمة هذه الجملة لها محل من العراب وهذه الجملة ليس لها محل من العراب احتار الطالب واحتار المدرس نعني لها محل من العراب وليس لها محل من العراب نأتي إلى من الجملة التي لها محل من العراب لاحظ أبواب النحو العربي المرفوعات والمنصوبات والمجرورات المرفوعات فاعل مبتدى خبر اسم كان خبر إنه نائب فاعل معطوف على مرفوع والضمائر وما إلى غير ذلك إذا جاءت الجملة نقول مثلا يدفعون الجزية الجزية عن يد وهم صاغرون لاحظ الواو هنا وهم صاغرون مبتدأ وخبر فيه في النحو العربي مبتدأ وخبر لذلك لما نقول الواو وهم صاغرون فيه محل نصب حال يوجد في النحو العربي حاجة تسمى الحال إذن لها موقع من العراب لأنه يوجد باب من أبواب النحو العربي يسمى الحال قال الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدو له علي بعنواع الهم وإلي يبتل كل هذا البيت نقول القول فيه محل نصب مفعول به فيه مفعول به في اللغة العربية من الأبواب نعم إذن لها محل من العراب لكن عندما نقول وضهرا توله يابتين يعودوا لحظ يابتين جملة معترضة فيه باب في النحو العربي اسمه جملة معترضة لا يوجد إذن ليس لها محل من العراب إذن الجملة التي لها محل من العراب هي التي توافق المفرد إعراب المفرد إذا كان فاعلا مفعولا مبتدعا خبرا تمييز حال مفعول به جملة جواب الشرط إذا وافق أحد عراب المفرد فلها محل من العراب إذا لم يوجد أحد أبواب نحو العراب المفرد قال جملة المعترضة أو الاستئنافية فلا محل لها من العراب لأنه ما فيش حاجة اسمها مفرد اسمه استئناف حاجة أقول والله أنا أكل ألود تفاحة تفاحة استئناف لا أو أقول والله تفاحة ما أو الولد جملة معترضة لا إذن إذا وافق المفرد فلها محل إذا لم يوافق المفرد في موضعه فليس لها محل من العراب هذا معنىه النحاء في الجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لها من العراب لاحظ معي الآن سنأتى الجمل التي لها محل من العراب فيها ثمانية جمل هناك من عدفتسعة هناك من اعتبرها سنة لكن نحن نريد أن نأخذ التوافق العام أول حاجة الواقعة خبرا خبرا مبتدأ معنا إذا كنا خبر معناه لا بد أن مبتدأ لأن الخبر يعبر أو يغضح المبتدأ لاحظ الجملة الواقعة خبر وهي التي تكون خبراً لمبتدأ أو لفعل ناقص كان وأخواتها ولحرف مشبه إن وأخواتها مثل قولد القرق الطهوي ونحن حبسنا الدهمة وسط بيوتكم ولم تقربوها والرماح تزعزعوا نحن مبتدأ وحبسنا حبس فعله ماض والنا فاعل والدهم مفعول به ما معنى الدهم الدهم أو إذا أقولنا الدهم المقصود هنا جماعة القوم وأحياناً تأتي بمعنى الإبل أي لبن الدهم وهناك من اعتبرها جماعة هي تدل على الجماعة والأغلب العام أنها تدل على جماعة من الناس حبسنا الدهمة السود وسط بيوتكم نحن مبتدأ حبس فعله نافاعل الدهم مفعول به وسط ضرف بيوته مضاف إليه أنه ما بأت الضرف مضاف إليه على طول وكن مضاف إليه فلم الفا فصيحة لم فعل أداة جزم أو تجزم ما بعدها تقربها فعل مضارع مجزوم والها مفعول به والرماح مبتدأ تزعزع وخبر لاحظ معي هان والرماح ونحن حبسنا الدهمة المبتدأ لهم الخبر إذن جملة الخبر حبسنا الدهمة من الفعل والفاعل والمفعول به خبر نحن إذن هذه لها محل من العراب لأنها وافقت الخبر وفيه في النحو العربي بابي سمى الخبر لذلك ونحن حبسنا الدهمة وسط بيوتكم أو وسط بيوتكم فلم تقربوها والرماح وتزعزع وتقربوا فعل مضارع مجزوم بحد في النون والواو فاعل والها مفعول به الواو الحال والرماح المبتدأ وتزعزع وخبر فجملة حبسنا الدهمة خبر نحن ومنها زيد خلقه كريم هذه جملة فعلية وزيد خلقه كريم زيد مبتدأ خلقه مبتدأ ثاني ومضاف لها مضاف إليها وكريم خبر مبتدأ الثاني والجملة خلق اسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول إذن هذه جملة واقعة خبرا إذن لها محل من الإعراض لاحظ مع الجملة الواقعة مفعولا به الأولى كما كنا الجملة الواقعة خبسنا الدهمة هنا جاءت خبرية في محل رفع خبر نحن خلقه كريم في محل رفع خبر زيد زيد الآن الجملة الثانية الواقعة مفعولا به الجملة الواقعة مفعولا به إذن تأتي الجملة الواقعة مفعول به تأتي على هذه الناحية أن تكون مقول القول ماذا يعني مقول القول عندما أقول قال تعالى كل الآيات التي أقرأها في محل نصب مفعول به كل إذن الجملة المفعول به التي تكون لها محل من الإعراض مقول القول قال إني عبد الله قال فعل ماغ إني عبد الله كلها مقول القول في محل نصب مفعول به إن مشبه بالفعل إليا اسمها عبد خبرها وهو مضاف الله مضاف إليه وجملة إني عبد الله مقول القول في محل نصب مفعول به الثاني أن تقع مفعولا به فعن ظن ظننت خالدا يدرس وظن تأخذ مفعلي إتى اسمها فاعل وخالدا مفعول به أول يدرس هذه الجملة كلها مفعول الثاني يدرس فعل والفاعل ضمير مستكدر يعد على خالد ويدرس هنا جملة واقعة لظن إذن هنا مفعول به ثاني لأنه ظن تأخذ مفعولين أعلم وأرى تأخذ ثلاثة مفعيل لاحظ إذن جملة لاحظ تحدث عن جملة إما مبتدأ وإما خبر وإما جملة فعلية ظننت خالدا يدرس يدرس هذه جملة فعلية وهي محل مفعول به منصوب ثاني مفعول به ثاني منصوب لظنه الثالث أفعال أعلم وأرى أعلمت أعلم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتالي متحركة التفاعل زيدا مفعول به أول خالدا مفعول به ثاني أبوه مبتدأ وهو مضاف ولا مضاف إليه وقادم الخبر أبوه مبتدأ وهي مضاف ولا مضاف إليه وقادم الخبر هذه الجملة أبوه قادم في محل نصب مفعول به ثالث للفعل أعلم لأن زيدا مفعول به أول خالدا مفعول به ثاني جملة أبوه قادم في محل نصب مفعول به ثالث لأعلم وأرى إذن الواقع مفعول به إما أن تكون مقول القول أو لفعل ثاني لضنة أو ثالث لأعلم وأرى طيب نأتي الآن إلى الجملة الواقعة حالا إذن مفعول به واضح لاحظ جملة مقول القول دائما في محل نصب مفعول به إن شاء الله كتاب قال الترمذي كله قال الشاعر كل القصيدة في محل نصب مفعول به قال تعالى أن تكرع سورة البقرة كل سورة البقرة بعد قال تعالى في محل نصب مفعول به ولمفعول به له باب من النحو العربي إذن لها محل من عراق الجملة الواقعة حالا الجملة التي تقع حالا أو تقع في محل حال أو حال أخر هي التي تبين هي صاحب الحال والحال لا بد له من صاحب ومحلها النصب ولا بد لها من رابط هنا المقصود بالرابط الذي يربط جملة الحال مع صاحب الحال الرابط ويكون إما حرف الواو أو وقد أو 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 هذا الرابط كأنها مشبهة بالفعل لأزد لأزد إذن هي اقترنت بضمير العود على صاحب الحال السابق له إذن إما أن يربط ما بين جملة الحالي جملة الحالي وليس الحال مفردان جاء الرجل ماشيا ماشيا حال مش جملة حال منصوب جملة جاء الرجل ماشيا هذه جملة فعلية جاء فعل والرجل فاعل وماشيا حال هذا مفرد إذن الجملة الحالية لها باب في النحو العربي في المفرد اسم حال إذن لها محل من الإعراض زي من أقول جاء الرجل راكبا راكبا حال إذن في حال اسم مفرد إذن تقتادها أزد جملة حالية في محل نصب الحال لأنه وافقها في النحو العربي في موضع الحال المفرد لذلك هين تعود على صحب وإما وو الحال يعني إما أن تقترن بضمير يعود إلى صاحب الحال وإما أنها تقترن بواو الحال وو الحال يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون لاحظ كما أخرجك حرجر ما مصدرية مجرور أخرج في علماضي والكيف مفعل به رب فاعل أي مضافل كيف مفعل مضافل إليه من حرجر بيتك اسم مجرور الكيف مضافل إليه بالحق جار ومجرور وإن الواو وو الحال ليه لأنه مقتلنا بإن كما كنا فريقا اسم إنا من فإن فريقا من عفوا من آه فريقا من المؤمنين جار ومجرور لكارهون اللام مزحلقة كارهون هنا فريقا من قبر إن إن فريقا من المؤمنين لكارهون اللام تسمى مزحلقة ليه من قول عليها مزحلقة لأنه من الأصل أن تكون ولأن فريقا فلذلك زحلقت لعدم موجود حرفين معا لذلك قالوا فريقا من المؤمنين لكارهون زحلقت إلى القبر وكارهون قبر إن جملة الواو التي تربط بين وإن فريقا ترتبط بالحال وصعب الحال هي الواو إذن إما أن ترتبط بالضمير أو أن ترتبط بواو الحال الموجودة مثل وجاء أو أباهم عشان يبكون أو مثلا يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه الواو تسمى واو الحال أو الواو والضمير معا يعني إما أن يكون ضمير لوحده أو أن أكون الواو وحدها أو أن تكون الواو مع الضمير وهم صاغرون واو هذه ترتبط وضمير لاحظ معي قول قطري ينفاجع أيضا ويوم ويوم لهو لأهل الخفض ظل به لهو اصطلاء الوغى وناره تتقد الواو وربة يوم مجروب ربا لفظا مرفوع محلا على المتدأ لهو المضاف إليه لام حرج أهل اسم مجروب وهي مضاف الخفض مضاف إليه ظل من أخوات كان به جار ومجروب لهو اسم ظل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المحذوف وليا مضاف إليه لهوي عن المتكلم اصطلاء خبر ظل وهي مضاف الوغى مضاف إليه ونار هنا وو الحال ناره وناره تتقد ومبتدأ وهي مضاف الها مضاف إليه إذن الضمير هنا يعود على الوغى والوغى تعود على الوغى وناره تتقد هاي جملة مبتدأ وخبر لأنه تتقد فعل مضارع مرفوع والفعل الضمير مستر تتقدر ويعود لذلك الجملة هذه في محل نصب حال لوجود الواو والحال والضمير هنا ارتبط الضمير الواو والضمير يعود إلى الوغى فهذه الجملة في محل نصب حال يمكن العودة إلى هذه التفصيلات في صفحة 188 و189 لتتطلع أكثر وتعرف أكثر ونماذج عربية أكثر عن هذه الأوضاع بشكل عام لاحظ معي الجملة الواقعة مستثنى أي الاستثناء لاحظ قوله تعالى في مستثنى في اللغة العربية جاء الرجال وإلا زيدا مثلا هنا مستثنى إذن في باب في النحو العربي مفرد اسمه مستثنى وفي الجملة إذا جاءت مستثنى لها محل من العراب لاحظ نحن نتحدث عن الجملة لا زلت أقول نتحدث أو ما زلت أقول نتحدث عن الجملة فذكر الفعل فصيحة ذكر فعل أمر إنما كاف مستقفية أنت مبتدأ مذكر القبر لست من أخوات كانت اسمها عليهم جار ومجرور بمسيطر مجرور لفظا منصوب محلا على أنه قبر ليس إلا مستثنى من مستثنى منصوب تولى فعل وقفر معطوف عليها فيعدبه هان إلا من كذا 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 فيعدبه داخل الفصيحة عليها استقنافية يعذبه فعل مضارع مرفوع ولها مفعول به الله فاعل العذابة مفعول مطلق الأكبر صفة العذاب إذن جملة إلا هنا وما بعدها من تولى جملة في محل نصب مستثنى دائما نصب المستثنى يكون في محل نصب جملة المستثنى تكون في محل نصب إذن من تولى وكفر هذه جملة هي محل نصب مستثنى لاحظ معي أيضا الجملة الواقعة صفة الصفة إما أن تكون صفة لمرفوع أو أن تكون صفة لمنصوب أو أن تكون صفة لمجهول الأمثلة الصفة نأخذ في القاعدة النحوية الأشهر العام ما بعد المعارف أحوال وما بعد النكرات صفات نعم مثلا أقول جاء الرجل راكبا راكبا حال لأن الرجل معرفة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسعى هنا جملة فعل فاعل في محل ها وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في محل رفع صفة رجل لأنه رجل فاعل إذن لأنه رجل النكرات ما بعدها صفة إذن ما بعد المعارف أحوال وما بعد النكرات صفة هذه القاعدة المحوية العام لاحظ معي عندما تكون صفة التي تقع بعد النكرات مثل قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى جاء فعل من حرج جر أقصى يسم مجرور مضاف المدينة مضاف إليه رجل فاعل يسعى فعل مضار محل رفع صفة رجل لأن الرجل مرفوع إذن الصفة هنا مرفوعة واتكوا يوما ترجعون فيه إلى الله اتقوا الواو اتقي اتقوا فعل الأمر مبني على حد النون الواو فاعل ألف فارقة يوما هنا يوما ترجعون فيه إلى الله ترجعون فعل مضار مرفوع بالنون والواو فاعل وفيه حرج ترجعون فيه جملة في محل نصب ليوماً إذن لأنها صفة يوماً نكرة فجاءت هنا في محل نصب ولا تصلي أمر لا تصلي فعل مضارع مدزون بحفظ حرف حرف العلة من آخره على حرف جر أحد يسمى جر منهم مات أبداً مات فعل والفاعل دمير مستثرة تقدره ويعود على أحد أبداً وأنتظرها ظرف زمان مات جملة في محل جر لأن مات هذه جاءت لصفة أحد نكرة فمات إذن صفة لأحد مجرورة في محل جر صفة لأحد هنا في محل رفع صفة لرجل يوماً ترجعون في محل نصب ليوماً مات في محل جر لأحد الجملة الخامسة هي الجملة أو السادس الجملة الواقعة الجملة الواقعة مضاف إليه وهي الجملة التي تقع مضافاً إليه ومحل يش محل هذه الجملة؟ الجر دائماً المضاف إليه مجرور وهو من المجرورات المجرور بحرف الجر المضاف إليه المجرورة بحرف الجر جاء الولد من المدرسة في المدرسة مجرور عندي كتاب عندي ظرفية جر بالإضافة إذن الجر إما بحرف الجر أو بالإضافة الجملة التي تأتي محل الجر وهي الإضافة في محل جر إذن بأن في الإضافة باب في النحو العربي إذن جاءت هي بارزون لاحظ معي يوم هم يوم هي مقدرة على سابق يعني يوم التلاق بدل من اسم سابق هم مبتدأ بارزون خبر وجملة هم بارزون صفة يومه واقع مضاف إليه ليومه لأنه ما بعد الظروف مضاف إليه إذن يوم هم بارزون هم مبتدأ بارزون خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر المضاف إليه ليومه أي اسم يقع بعد كلمة عنده بعده يومه أمامه خلفه بعضه كله كل هذه تكون مضاف إليه في باب مثلا كل رجل رجل مضاف إليه مفرد هم بارزون بعد يوم إذن هذه جملة إذن هذه في محل جر مضاف إليه وما يأتي بعد إذا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم فلاحظ يعتذرون فعل مضارع ولوه فاعل وننن العراب إليكم جر المجرور إذا رجعتم رجع فعل ماض والتفاعل إليهم جر المجرور هذه الجملة في محل جر لإذا الزمانية إذن إذا جاء الجملة مضافا إليه لها محل من الإعراب إما أن تكون مضاف إليه بالجر دائما لأن المضاف إليه دائما مجرور دائما مجرور إذن رجعتم في محل جر مضاف إليه لإذا ومات في محل جر عفا تكون مضاف إليه في محل جر لإذا أو هم بارزون لمحل جر لضرب إما أنها ضرفية وإما إذا الزمانية إذن هم بارزون مبتدأ وخبر في محل جر مضاف إليه رجعتم إليهم في محل جر مضاف إليه لإذا الزمانية الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم مقترن بالفا أو إذا الفجائية وهي الجملة التي تقع جوابا لأدوات شرط جازمة الشرط أن تكون شرط جازمة وليست سناتي إلى الجملة الأخرى التي غير جازمة التي لا محللة لكنها الجازمة وشرط أن تقع بعد إذا الفجائية أو المقترن بالفا لاحظ قوله تعالى وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُنُونَ زي ما قلنا لكن أنها إذا فجائية وليست زمانية لاحظ وعن هذا الحرفية تصبهم يعني أداة شرط إن شرطية جازمة تصب فعل مضارع متزول تصبهم هم مفعول به سيئة فاعل بما حرجر الذي يسمى جهود قدمت فعل ماضي التاتع التأنيف بما قدمت ماذا أيديهم فاعل على المقدرة إذا هنا فجائية هم مبتدى يقتنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو فاعل وجملة هم يقتنون هنا جاءت شرط جواب الشرط إن لأن تصبهم فعل الشرط هم يقتنون جواب الشرط إذن هذه جاءت أم مقتنون مقترنة بإيدها الفجائية وإذا جاءت جملة جواب الشرط مقترنة بإيدها الفجائية إذن لها محل من الإعراب ليه؟ لأنه التي ليس لها محل من الإعراب غير الجازمة لأن في محل كذا في محل كذا لا يوجد لها باب في النحو العربي لذلك لاحظ من يضلل الله فلا هادي هادي من يضلل الله من أخذناها في الحلقة الأولى في الدرس الأول عندما صورنا أنها من أسماء الشرط الجازمة وهي تلها ثلاث حالات إعراب إما أن تكون مبتدأ وإما لاحظ معي متى تكون مبتدأ ومتى تكون مفعول به هنا ما هي من يضلل فكر معي أين المفعول به لأنه إذا جاء فعل لازم لم يأخذ مفعول به من تكون مفعول به وإذا جاء فعل لازم أو فعل متعدي أخذ مفعول به فإعرابها مبتدأ يضلل فعل متعدي هل أخذ مفعول به إذا هنا من مفعول به لأنه يضلل فعل مضارع مجزوم الله فعل أين المفعول به إذا من فلا واقع في جواب الشرط الفاع لا نافية الجنس هادية اسمها لا خبرها جار ومجرور إذا هذه جملة مخترنة بالفعل جواب الشرط فلا هادية له في محل جزم جواب الشرط إذا من هنا كما كنا وأسلفنا في الدرس الأول إذا جاء الفعل جازما من يصبر ينال كذا هذا مبتدأ ومن يتقي الله هنا مبتدأ لأنه يتقي فعل والفعل دون تلتكي الدروة والله من يتقي الله مفعول به لكن هنا لأن الفعل يتقي أخذ فسوف مفعولهم ومن يتقي الله الله مفعول به لكن هنا من يضلل الله الله فاعل إذن يضلل لم يأخذ مفعول به إذن من هنا شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به جملة فلا هادية له هي جواب الشرط إذن لها محل من الإعراض يضلل فلا نافية الجنس هاجي أسم لا نافية وما جنوه متعلق بخبر لا فجملة لا هادية له في محل جزم جواب الشرط لاحظ معي الآن الجملة التابعة لجملة هنا يعني كنا الجام الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراض ولا تأتي إلا في العطف والبدل لا تأتي وتأتي هنا التي لا تقع وهي التي تقع في بابي العطف والبدل التابعة للعطف مثل خالد فاز خالد مبتدأ فاز فعل بالمعركة جارة ومجرور وفاز فعل ماض مبني على الفتر فاعدة من رستك دروي يعد على خالد وجملة فاز في المعركة في محل رفع خبر خالد وتفوق هنا معطوف الواو والعطف وتفوق على فاز إذن هنا هذه الجملة لها من حلم العراض لأنها معطوفة على فاز زي أكل محمد ومحمد أكل محمد وأحمد أحمد معطوفة إذن معطوف على محمد إذن لها باب من العراض إذن الجملة هنا لها محل من العراض لذلك هنا العطف الواو والعطف هو وقه إذن معطوف على فاز البدل مثل قلت له اذهب فعل أمر لا تبقى متوارع مجزوم حض حرف العلة عندنا جارة مجرور هنا الظرفية المجرور عنده ضرفية والنام ضاف لي إذن اذهب لا تبقى عندنا إذن اذهب لا تبقى يعني بدل من اذهب أي قلت له لا تبقى عندنا أو قلت له اذهب إذن هذه بدل من هذه إذن هذه بشكل عام قضحنا الجمل التي لها محل منها أسنأتي إلى الجمل الأخرى التي لا محل مهام نار أي لا يوجد لها باب في النحو العربي في المفرد الجملة الابتدائية والاستنافية معا أي حاجة تبدأ به الكلام جملة ابتدائية لا محل لها من العربي ما فيش حاجة في النحو اسمها ابتدائية في مبتدأ وليس الجملة ابتدائية الجملة ابتدائية أما اسمية أو فعلية إذا بدأت بفعل إفعل وإذا بدأت اسم باسم لاحظ عندما أقول قال تعالى قال جملة ابتدائية نحن أناس لا توسط بيننا لنصدر دون العالمين أو القبرو نحن أناس ابتدائية أي شيء تبدأ به جملة ابتدائية لاحظ الجملة الابتدائية والاستنافية معا لو لا الحياء لها جن استعباره ولا زرته قبرك والحبيب يسار لو لا أداة شرط أو حرب شرط غير جاز ما يقع بعده مبتدأ وجوبا والقبر محدود تقديره كائن اللام لها جني داخلها جواب الشرط هاجة فعل ماضي والنون وقاية واليام فعل ذه استعباره فاعل ولا زرته ما عطوفه استعنافية قبرك والحبيب يسار إذن هذه أيضا والاستعناف إذن هذه جملة استعنافية وهذه جملة ابتدائية هذه لو لا الحياء أو لهاجة استعباره لو لا الحياء أو جملة ابتدائية والحبيب يسار جملة استعنافية لأن استعنافنا الكلام ومن الاستعنافية أيضا ولا يحزنك قولهم يجب أن نقف ججب الوقوف هناك كراءة واجبة لماذا؟ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا لم يقل الكافرون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكافرون لا يقولون أن الرسول لا يحزنك قولهم هم لا يقولون أن العزة لله جميعا هم مش معترفين إذن يجب أن نقول ولا يحزنك قولهم آياء رسول الله إن لاحظ الاستناف إن العزة لله جميعا فإن مشبهة بالفعل العزة اسمها لله جار ومزور جميعا لله جميعا هبرين إذلك إن العزة لله جميعا مستأنفة وقفنا وجوبا واستأنفنا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا آي نق نقيض القول الذي يقولون إن العزة لله جميعا إذن هنا الجملة الابتدائية والإسناف لو لا الحياء الابتدائية والحبيب يزاره استئنافية إن العزة لله جميعا استئنافية على ولا يحزنك قوله إذن هنا الجملة المعترضة الجملة المعترضة عندما قال جميل بتين ألا ليت الشباب أو لا ليت الضهر كذا وتولى ودهرا تولى يا بتين يعود يا بتين جملة معطررة لاحظ الجملة المعترضة شيئين متلازمين بين مبتداء وخبر بين فعل وفاعل بين كذا وبين كذا هذه أنتوارها كثيرة ويمكن العودة إليها في الكتاب لاحظ زيد أنا متأكد مخلص زيد المبتداء ومخلص الخبر أنا متأكد هذه الجملة المبتداء والخبر هي جملة مطردة لأنه يقول أنا زيد مخلص ولكن هنا لإفادة التأكيد وتكوية الكلام زيد أنا متأكد مخلص ما حد يشكك فيها الكلام إذن تكوية المعنى وتوكيده زيد مبتداء وأنا مبتداء ومتأكد خبر ومخلص خبر المبتداء الأول وجملة أنا متأكد جملة معطردة قال الخليفة رضي الله عنه جملة معطردة قال الرسول صلى الله عليه وسلم جملة معطردة قال الخليفة رضي الله نعم عمر بن الخطاب عمر بدل خليفة جملة رضي الله عنه جملة معطردة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه صلى الله عليه وسلم جملة معطردة أكمل مقول القبل إذن جملة معطردة التي تعطرت بين شيء الجملة الثانية الثالثة التفسيرية التي تفسر ما قبلها مثل أشرت إليه أشارة والتفاعل أي تفسير اذهب فعل أمر فجملة أي اذهب جملة تفسيرية لا محلها من العرب أنا فسرت الكلام وفي قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلكة والكلام لسيدنا نوح فأوحينا أوحى فعل إننا نحن فاعل إليه جارة ونجر أن تفسيرية اصنع فعل أمر والفاعل دمستر تجده أنت الفلكة مفعولة أن اصنع الملكة الفلكة جملة تفسيرية جملة تفسيرية يعني هي جملة تفسيرية أنها تفسر الكلام الجملة الرابعة جملة جواب القسم وجواب القسم هنا يقترن أحيانا باللام للتوكيد الموطع لجواب القسم فمثال القسم الصريح الذي يظهر به القسم وأحيانا يكون مقدر لاحظ طال الله جار ومجرور لأكيدنا اللام هنا لام التوكيد أكيدنا فعل مضارع مبني مبني على ماذا؟ على الفتح لأتصاله بأنون التوكيد الثقيلة لاحظ لأكيدنا أصنامهم هنا اللام ظهر أي طال الله قسمي لأكيدنا أصنامهم جملة لأكيدنا أصنامهم ها جواب القسم فالقسم الصريح طال الله لأكيدنا جواب القسم ظهر طال الله لكن المقدر قول لبيد ولقد علمت لتأثين مفيش توكيد مفيش قسم مقدر أي العلم تكسمي لا تأتينا اللام للكسم تأتينا فعل مضارع مبني على الفتحة تصاله من التوكيد لا تأتي منية فاعل إن من المشبهة بالفعل المنايا اسم إن لا تطيش نافية تطيش فعل مضارع والفاعل دمير المستقدر يعود على المنايا لا تطيش عفا سهامها سهامها هي الفاعل إن المنايا لا تطيش سهامها سهامها هي فاعل التطيش إذا لاحظ لتأتينا مقدر أي أن القسم علمت قسمي يميني لتأتينا منيتي أو كل إنسان رحتي تمنيته لتأتي النمنيتي ولبيد بن ربيعة شاعر من شعراء المخضرمين الذين عاشروا الجاهلية والإسلام وعندما قال بيتا من الشعر لأبي بكر الصديق قال يعني بما معناه لا أذكر البيت لكن أدل على إيمانه فيه ولكن أحيانا بعض شدرات الجاهلية بقيت فيها الشعراء المخضرمين كالكلبيد وحسان بن ثابت لتأتي النمنيتي إن المناية لا تطيش سهمها ولقد الواو للقسم اللام للقسمية وعلمت عالم فعل والتفاعل لتأتي النمني لتوقيد القسم اللام تأتي النمني مضارع مبني على الفاتح النون التوقيد التقيلة لمن يتي فعل إن مشبه بالفعل إسمها لا تطيش نافية سهمها لا تطيش سهمها خبر لا إذن هنا جملة لتأتي أن هنا قسم مقدر وهي جواب القسم لا محل لها من الإعراض الجملة الخامسة جملة جواب الشرط غير الجازم قلنا قبل قليل جواب الشرط الجازم يقترن بالفا وإذا الفجائية ويجب أن يكون هناك أداة جازم جازم هنا شرط غير جازم معنى ذلك أنها تأتي بعد أداة شرط غير جازمة لو حرف امتناع الامتناع لا يمكن أن يكون جازم لأنه لا يدخل إلا على ماضي لا يدخل على فعل ماضي يعني انتهى لو أكلت لو شربت لو درست إذن لو نجح زيد أكرمته لو حرف امتناع الامتناع غير جازم نجح فعل ماضي مبنى على الفتح في محل جزم زيد فاعل أكرم فعله ماض والتافاعل ولها مفعول به إذن أدوات الشرط غير الجازمة لو نجح زيد أكرمته إذن أكرمته جواب شرط لأداة شرط غير جازمة إذن هنا لا محل له من الإعراض أكرمته جملة لا محل لها من الإعراض إذن لاحظ أن جملة الشرط غير الجازمة تأتي فيه وأدوات الشرط لو لا هذه كلياتها لا محل لها من عراب وهناك إن وإذا الظرفية الزمانية إن أحد من المشركين استجاركة هنا تكون أحد الحروف ولا نريد أن تترك وتتركنا إليها في الوحدة السابقة إذن لو امتناع لامتناع نجح في العماضي وزيد فعل أكرمته جملة جواب القسم لا محل لها من عراب لأنها غير مقترنة بالفاة ولم تأتي بعد فعل لأنه لابد أداة الشرط الجازمة أن تكون أداة شرط جازمة جوابها مقترن البداء أو إذا الفجائية لكن هنا لا هي أداة شرط جازمة ولا وردت فعل الجازمة لأنه يخص الفعل المضارع وأكرم فعله ماض إذن أكرم فيه محل جزء فعله ماض والتاتاء الفاعل والهما مفعل به جملة صلة الموصول تأتي بعدها اسم موصول ما إلى أغير ذلك من الأسماء الموصولة يمكن العودة إليها في الكتاب والتفصيل صلة الإسم موصول أو حرفا مصدريا وهذه الحروف ستة الموصولة في اللغة العربية موجودة بالتوكيد وفي الكتاب يمكن العودة إليها وشرحها بالتفصيل مع نماذج عربية أن ما كي أن لو همزة التسوية مثال يعجبني أن تجتهد يعجبه فعل مضارع ونوني لوكايا وليا مفعل به اجتهاده كالمصدري الأول من إن تجتهد فاعل إذن أن هذا حرب مصدري تجتهد فعل مضارع لذلك أن هنا المصدرية أن تجتهد في هي جملة صلة الموصول لا محلة لها من العراب لأن تجتهد جاءت بعد أن أحد حروف المصدرية لذلك الجملة التي تأتي بعدها لا محلة لها من الإعراب بالنسبة إلى جواب الكسم انتهينا منه الآن سنأتي إلى الخامس انتهينا وجملة جواب الغير الجازم وجملة الموصول نأتي الآن إلى الجملة السابعة التابعة لجملة كما كانت لها محل معراب هنا جملة تابعة لجملة لا محلة من أوتن حصر أيضا بالبدل والعطف ففي العطف قام خالد ولم يكن سعيد قام خالد هنا لماذا يعني بدل وهي جملة معطوفة على جملة ابتدائية ليه لأنه كن أي جملة تبدأ بها الكلام ابتدائية قام خالد جملة ابتدائية الواه معطوفة ولم يكن إذن معطوفة على جملة ابتدائية إذن ولم يكن سعيد جملة ابتدائية لا محلة لها من العراب إذن جملة معطوفة على جملة ابتدائية لا محلة لها من العراب وهي قام خالد وفي البدل قوله تعالى متى تأتيه في البدل واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين واتقوا الذي مفعول به اتقى فعل والوافاعل الذي هنا فعل أمر طبعا مبني على حدث النور الوافاعل ألف فارقة أمد فعله ماض أمدكم بالكاف مفعول به بما حرجر تعلمون فعل مضارع مرفوع أمدكم إذن هي جملة بأنعام وبنين بدل جملة أمدكم الأولى واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين هذه بدل من جملة أمدكم بما تعلمون إذن هذه جملة جملة عطل جملة لا محل لها من العراب لأنها صلة الموصول الذي يسمى موصول وأمدكم بما تعلمون لماذا هذه ليست لها جملة لها محل لأنها جاءت بدل جملة لا محل لها من العراب صلة الموصول أمدكم بما تعلمون لذلك أمدكم جاءت بدل جملة جملة صلة الموصول أمدكم بما تعلمون إذن هنا هذه بدل من جملة لا محل لها من العراب فجملة ابتدائية أمدكم بما أي التقل الذي أمدكم بما إذن هي جملة صلة الموصول وليست هي الابتدائية لأن ما يأتي بعد صلة الموصول اسم الموصول يكون لا محل لهم العراب إذن هذه جملة بدلية منها هذه الجمل التي لها محل من العراب والجمل التي لا محل لها من العراب وردت في اللغة العربية في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم وتجد لها أمثلة كثيرة جدا جدا وفي الشعر الجاهلي وفي الشعر العربي وغيره من أقوال العرب التي يحتج بها أو كلام العرب الذي يحتج به إلى قبل 150 هجرية لذلك هذه الوحدة الدراسية تحدثت عن هذه الجمل وأنواع الجمل التي لها محل من العراب والجمل التي لا محل لها من العراب في اللغة العربية هذا بشكل عام أنواع الجمل تطرقنا إليها من حيث البناء من حيث التركيب من حيث الإعراب البناء مما تتكون الإسناد والإسناد إليه ومن حيث التركيب جملة صغرى كبرى وسط ومن حيث الإعراب لها محل من الإعراب وليس لها محل من الإعراب وإذا عدتم إلى آخر وحدة الدراسية ستجدونه مقطعا طويلا أو آيات كثيرة من صورة سيدنا يوسف عليه السلام معربة بشكل كبير ومنفصل ومبين فيه الجمل التي لها محل من الإعراب الجمل التي ليس لها محل من الإعراب وذلك عزاء طلبنا نكون قد ألهينا هذا المقرر من المقرر نحو ثلاث بوحداته الست وهذا الدرس مكمل لها وهو المكمل لها الذي تحدث عن الوحدة السادسة وهي الوحدة الأخيرة من المقرر المتعلقة بالجمل وأنواعها وإعرابها وبنائها وتركيبها دمتم بخير وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة